هكذا بدت شرب الشيخ بعد مرور تسعة أيام على حادث الطائرة الروسية المنكوبة في المطار استمرت عمليات إعادة السياح إلى بلادهم عمليات المغادرة تتم من دون مشاكل تسكر بعد تنسيقها بين شركات السياحة ومسؤولي المطار بعض السياح أكدوا أنهم يشعرون بالحزن بسبب قرارات دولهم بإعادتهم نحن نشعر بالأمان وأغلبنا لا يريد المغادرة لكننا إذا رفضنا لن نجد طائرة لتعود بنا سائحون آخرون يراهنون على سرعة انتهاء الأزمة متمنين رفع قرارات السفر إلى شرم الشيخ في أسرع وقت لقد جئت إلى مصر أكثر من 18 مرة ولم أشعر بعدم الأمان أبدا لا أريد العودة متابعون أكدوا أن الدولة تعمل على سرعة تجاوز الأزمة مرجحين عددا من الاقتراحات السريعة للحكومة من أجل تقليل الخسائر المتوقعة تشجيع السياحة الداخلية علشان تعود جزء كبير من اللي احنا بنخساره مطلوب تشكيل لجنة من الجهات المعنية وزارة السياحة وزارة النقل وزارة الطيران دعم للسياحة الداخلية من النقابات من المجتمع المدني من الفنانين من لعبة الكورة اللي هم نجوم الجماهير اللي عليهم دور يقدروا يجذبون للناس هنا حالة من الإحباط سيطرت على كثير من العاملين في شرم الشيخ الذين يشعرون بأن إلغاء الحجوزات المقبلة سيؤثر عليهم بشكل كبير ولكن آخرين عبروا عن تفاؤلهم مؤكدين أن مصر تجاوزت أزمات مشابهة مهما الضربات كلها من الحرب كلها الصالبية مصر ما نهزتش ولا تنهز ولا تنهز ومن المتوقع أن تستمر جهود الدولة في محاولتها لتجاوز الأزمة أزمة تتداخل فيها الجهود السياسية والأمنية والاقتصادية في ظل حالة من الترقب لكيفية إزدال الستار على مشهد الطائرة الروسية المنكوبة أحمد عثمان العربية شرم الشيخ